اشتركوا في القناة ان هناك بعض الاحلام تبشره بانه سوف يسمع اخبار سر اخبار سعيدة اخبار مفرحة كلنا كذلك فهناك بعض الرؤى وسوف اذكرها لكم الان تبشر الرأي بانه سوف يسمع اخبار سر هناك اخبار مفرحة ستأتيه في المستقبل القريب ان شاء الله اول رؤية وهي رؤية خروج الماء من المنزل هذه الرؤية تدل على سماع اخبار سار رؤية الورد الاصفر برغم ان اللون الاصفر ده معظمه في قضية الرأو المنمات يدل على المرض لكن له بعض الرؤى المحمودة منها هذه الرؤية رؤية الورد الاصفر تدل على الاخبار السار رؤية المرأة المتزوجة انها ترقص لزوجها في المنام لكن خلي بالكم بدون موسيقى لان بموسيقى الرؤية تتحول لانها رؤية مكروهة رؤية هدية القلم للمرأة المتزوجة مرأة المتزوجة اذا رأت من يهديها قلما فان هذه الرؤية تبشرها بالاخبار السارة رؤية الكتابة للبنت العزباء هذه الرؤية تبشرها بالاخبار السارة رؤية هدية الفستان للبنت العزباء تبشرها بالاخبار السارة رؤية دخول الحصان او الفرس او الخيل الى المنزل هذه الرؤية تبشر بالاخبار السارة رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يضحك مبتسم هذه الرؤية لها معاني كثيرة من ضمن معانيها أنها تبشر الرأي بالأخبار السهرة رؤية انتظار القطار في المحطة ويمكن الرؤية واضحة كل الإنسان مثلا واقف ينتظر القطار في المحطة بينتظر حد هو نفسه يشوفه مشتاء ليه فمنتظره ييجي فكأن الرؤية معناها أنت في انتظار لأخبار سهرة رؤية الضيوف الأقارب وأنا أخدمهم في بيتي هذه الرؤية تدل على الأخبار السهرة رؤية الرجوع إلى الدراسة والمدرسة هذه الرؤية تدل على الأخبار السهرة آخر رؤية معاني وهي رؤية القاضي كلنا عارفينه وهو يبتسم لي في المنام دي كانت بعض الرؤية التي تدل على الأخبار السهرة انتظرونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته